لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المساق مرحبا بيكم أنزاء مشاهدين في حلقة جديدة من خلقات النقل أم العقل وأنوان حلقتنا النهاردة نجاسة الوهابية عند شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب إحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت أن الأصهر مرجئ باعتراف شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب وإنه أجاز زيارة الأدرحة وإحنا شفنا الكلام ده في دراسة موضعية للحقيقة ولامعة الاعتقاد الوسطية لعبد الرحيم السلبي بيقول فهؤلاء المرجئة عكس الخوارج تماما يقع الواحد من الناس في الشركيات كأن يطوف حوله القبر ويسبح لغير الله وينزر لغير الله ويسب الله عز وجل أو يسب الرسول أو يكفر أصحاب النبي جميعا أو يتحكم إلى ملة غير ملة الإسلام ومع هذا يعذرونه ولا يكفرونه فهؤلاء عكسهم وكلتا الطائفتين من أهل البدع والضلالة وطبعا الأصحر من المرجئة زي ما أثبتنا من كلام الشيخ الأصحر الدكتور أحمد الطيب يبقى الأصحر من أهل البدع الضلالة حسب المذاهب الأخرى الموجودة الآن واللي تكلم عنهم الشيخ الأصحر في الفيديو اللي جاي اللي نقلنا قبل كده وهفكركم به نشوف الفيديو مع بعض وزي ما شفنا هنا شيخ الأصحر بيقول المشكلة في المذاهب الأخرى الموجودة الآن واللي هي بتشوفها في القنوات الفضائية وتشوفها ده حرام وده فسك وده كذا وده كذا المذاهب دي مش بتصهر في الفضائيات لمجرد التفسيق والتحرين فقط لا دي لها أحداث كشفها شيخ الأصحر هنشوفها في الفيديو اللي جاي مع بعض كان ما يسمونه بالمذهب السلفي بكل يعني الآن هو أصبح ليس مذهبا واحدا هناك مذهب كثيرة وكان يراد لهذا المذهب هو الذي يجب أن يسيطر على أدبغة المسلمين وعلى عقولهم وعلى سلوكهم أيضا ووضح فعلا في كثير من الجماهير هذا السلوك الشكلي الذي لا يمكن حتى أن يأتي في قائمة الترتيب إلا في الآخر خالص وهنا شيخ الأصهر بيقول ظهور المذهب السلفي في الفضائيات لأن الهدف أن يسيطر هذا المذهب على عقول وأدمغة الناس وعلى سلوكهم فأصبح تأثير شكلي والمذهب السلفي أصلا لقيمة له ولا مكان له إلا في آخر القائمة يعني المذهب السلفي مالوش تأثير حقيقي وإنما تأثير شكلي والنقطة دي احنا هنوضحها أكتر في الحلقات الجاية من كلام شيخ الأصهر لكن برضو عاوزين نسأل شيخ الأصهر لو كان تأثير المذهب السلفي تأثير شكلي ليه حضرتك خايفة على الأصهر وخلينا نشوف المفاجئة إيه اللي هيقولها لنا شيخ الأصهر في الفيديو إيه اللي جاي شوف هسيلي هي كلمة السلف لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد وجاء أيضا في موضع الذن لما آسفونا انتقامنا منهم إلى آخر فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ده في ستة زخرف يعني جعلنا هؤلاء مثل لكفار أمة محمد في النار وردت بأفعال أخرى مثلا إلا ما قد سلف كفعل إنما وما فيش حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا وجدتم اختلافا فعليكم بمزهب السلف أبدا إنما إذا وجدتم اختلافا فعليكم بالجماعة في حديث تحس على اتباع الجماعة عليكم بالجماعة وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشيدين المزهب الآن هل هو فعلا هذا المزهب ينتمي إلى السلف الصالح أو أنه ينتمي حينما يقول عليك بمزهب الإمام أحمد بن حنبل فقط ومزهب الثاني مقصاة عليك بهدم القبور عليك ب أن تقول أن الصلاة في المساجد فيها أضرحة باطلة عليك بأن تقصر السياب ويحولون وباقي المزاهب مفسقة ومبدعة هذا ليس مزهب السلف هذا مزهب الغلاة حتى كان يسمونهم غلاة الحنابلة وده ليها تاريخ يعني فيه جماعة من غلاة الحنابلة من مزهب الحنبل فعلا بشروا بهذا ولكن تمسحوا بمزهب السلف وهناك مؤلفات من الحنابلة أنفسهم أرشدون ونبهون إلى أن لا تصدقها هؤلاء لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد الحنبل وإنما هؤلاء حتى قالوا كلام أنا لا أستطيع أن أخلها وأصلا فيهم وكيف أنهم نجسوا هذا المزهب أو غيروا هذا المزهب كما يغيروا ماء البحر وهنا شيخ الأصهر قال لنا أن كلمة السلف لم ترت في القرآن إلا بمعنى مزموم والقرآن أطلقها على الكفار والرسول لم يقل عليكم بمسهب السلف وإنما قال عليكم بالجامعة وإن اللي بيقولوا أنهم سلفين في الحقيقة هم غلات الحنابلة يعني ناس متطرفين بيتمسحوا بالإمام أحمد بن حنبل ده حتى الحنابلة أنفسهم اتبرقوا منهم وقالوا كلام الشيخ الأصهر مش قادر يقوله وإن غلات الحنابلة دولة أو المتطرفين ناس نكسين يعني نجاسة مادية في أجسامهم ونجاسة فكرية لأنهم بأفكارهم دي نجسوا مسهب الإمام أحمد بن حنبل والنجاسة دي تكاد تكون مادية أو هي مادية فعلا لأنهم من كتر نجاستهم غيروا مسهب إسلامي زي النجاسة ما بتغير كده ماء البحر وأصلا ما فيش نجاسة بتغير ماء البحر لكن الشيخ الأصهر بيصور مسهب السلفيين على أنه نجس شديد النجاسة لأنه غير ماء البحر وطبعا الشيخ الأصهر هنا قال أن دول في الحقيقة غلات الحنابلة بين كسين النكسين وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي للأسف الشديد كثير من المقولات التي نسمعها من المتشددين الغلاء وأضع يعني الخطين تحت المتشددين الغلاء من أبنائنا وإخواننا السلفيين هم ينتمون إلى غلات الحنابلة ولا ينتمون إلى السلف الصالح في لبس وفي تدليس وفي غش في استخدام هذا المصطلح وهنا شيخ الأصهر بيقول هم ينتمون إلى غلات الحنابلة ولا ينتمون إلى السلف الصالح وهم لما يقول أنهم ينتمون إلى السلف دول بيدلسوا وبيغشوا الناس لما بيستخدموا اسم السلفيين عاوزين نعرف أصدو مين بالزبط لما بيقول الحنابلة أو غلات الحنابلة خلينا نشوف الفيديو اللي جاي عادة الأصهر في التعامل مع المزاهر وحضرتك يعني لما مصر تنتشر فيها مزهب الأربعة ولا تنتشر في بلد آخر يعني الكلام ده قلته كتير لدرجة الملل يعني شوف مثلا إيران لا ينتشر فيها إلا مزهب أهل البيت شوف تركيا لا ينتشر فيها إلا مزهب الحنف شوف الخليج من أوله من أقصى إلى أقصى لا ينتشر فيه إلا المزهب الحنبلي إذن عصد شيخ الأصهر إذن المزهب الحنبلي هو مسهب دول الخليج وشيخ الأصهر برضو بيؤكد الكلام ده في الفيديو اللي جاي خلينا نشوف مع بعض هناك أسباب أخرى يعني المزها لمسا خفيفا وهو أن بعض المناطق أو بعض الدول المحلية أيضا ظنت أنها يمكن أن بأموالها ممكن أن تخضف دور الأزمة الشريف يعني دون أن نسمي دولة بعينها لكن هناك دول عندها أموال ففعلا ظنت أنها خليجية آه ممكن أن نقول هذا الكلام وشيخ الأصهر بيذكر أسباب تراجع دور الأصهر وحسب كلامه يعني بيلمسها لمسا خفيفا يقول كده شيخ الأصهر في الفيديو اللي فات بيقول أن هناك أسباب أخرى ألمسها لمسا خفيفا وهو اللي أن بعض المناطق أو بعض الدول المحلية أيضا ظنت أنها يمكن بأموالها ممكن أن هي تخضف دور الأصهر فالمزيع بيسأله زي مين حضرتك يعني يا فضلت الشيخ شيخ الأصهر بيقول له يعني دول اللي دون أن نسمي دول بعينها لكن هناك دول عندها أموال ففعلا ظنت أنها راح المزيع قال له على براطة كده دول خليجية شيخ الأصهر بيرد ويقول له آه ممكن نقول إن هذا الكلام ونلاحظ إن شيخ الأصهر بيقول بصراحة إن الدول الخليجية الحنبلية تستخدم أموالها نشر مسحبها اللي هو عبارة عن مسحب غلاة الحنبلة النكسين اللي نجسه مسحب الإمام أحمد بن حنبل الشيخ الأصهر بيقول إن دول الخليج أنتوا نكسين أو بيقول لهم كده ومسحبكم نجس وإنتوا بتنشروا النجسة دي بأموالكم شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول إن الحرب دي مش حرب جديدة على الأصهر دي قديمة منذ أكتر من خمسين سنة وإن شيخ الأصهر الأسبق الشيخ شالتوت انتبه للكلام ده وهننقل كلام الشيخ الأصهر الحالي وهو بيوثق الكلام ده وفي نقطة برضه هنرد عليها من كلام الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب طبعا هنرد على كلامه بكلامه ونشوف مع بعض الفجر اللي جاي ولدي تقرير يعني كتبه الشيخ شالتوت وهو وقع في يدي حسن حظي ولازال موجود وأنه يرى أن هناك ائتمارا على الأصهر الشريف لا أذكر الطرف الأول ولكن ذكر الطرف الثاني وقال أن هذين الطرفين فعلا يطبقان على الأصهر الشريف من شرق ومغرب ويعني صرخ صرخته وهذا التقرير كان موجه إلى السيد الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك الوقت وقال له يعني إن لم نحافظ أو إن لم يكسب الأصهر في هذا العهد أرضا جديدة في أفريقيا وفي آسيا فلا أقل من أنه يحتفظ بهذه الأرض وقال له يفقد شيئا منها وهنا شيخ الأصهر بيقول ولدي تقرير يعني كتبه الشيخ شلتوت شيخ الأصهر الأصبق وهو وقع في إيدي يعني من حسن حظي هو بيقول كده ولازال موجود وأنه يرى أنه هناك ائتمار يعني بينكسين كده مؤامرة على الأصهر الشريف بيقول لا أذكر الطرف الأول ولكن ذكر الطرف الثاني وقال أن هذين الطرفين فعلا يطبقان على الأصهر الشريف من الشرق ومن الغرب يعني وصرخ صرخته وهذا التقرير كان موجه للسيد الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك الوقت وقال له كده إن لم نحافظ أو إن لم يكتسب الأصهر في هذا العهد أرضا جديدة في أفريقيا وفي أسيا فلا أقل من أن يحتفظ بهذه الأرض وإنه لا يفقد منها شيء يعني الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب هنا بيقول إن الدول الخليج اللي مسهبهم هو مسهب غلاة الحنابلة بينكسين النكسين اللي نجسوا المسهب الحنبلي ولنجستهم من كتر مهية قوية وشديدة بتنجس مألبح إن النكسين دول بتأمروا على الأصهر يعني عندهم مخططة ومؤامرة ضد الأصهر لدرجة إن الشيخ الأصهر الأسبق الشيخ شلتود في أواخر الخمسينات كتب تقرير بيقول فيه إن فيه ناس بتتأمر على الأصهر وصرخ صرخة وصلت لجمال عبد الناصر وبيقوله إلحق يا ناصر إن فيه مأمر على الأصهر خد بالك من غلاة الحنابلة أحسن ينجسوا الأصهر وعلى أقل يا ناصر بدل من تكاتم كده على نفس الأصهر ومش قادرين ننشر مسهب الأصهر في أفريقيا وأسيا على أقل يا ابني نساعد يعني الأصهر إنه يحافظ على أرضه وبلده أحسن يضيع وياخدها غلاة الحنابلة النكسين اللي هما بينكو سين اللي هما دول الحليج وتابعوني الحلقة الجاية علشان نشوف مع بعض تناقض الشيخ الأصهر الشيخ الأصهر الأسبق الشيخ شلتود لما بيستغيث بجمال عبد الناصر وإزاي ده بيناقض كلام الشيخ الدكتور أحمد الطيب الشيخ الأصهر الحالي وأنتقل بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصوية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وذا يرد بعقل وذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر